استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أيمن بوب وركزت المناقشات أفاق تعزيز دور المنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ ولايتها التي تهدف بشكل أساسي لضمان الإدارة الإنسانية والمنظمة للهجرة وفقا لناهج عالم قائم على الشرخية وتعاون الدوليين وكذلك الوزير عطاف بهذه المناسبة على الأهمية الكبرى التي تليها الجزائر لمسألة الهجرة وتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مشيرا إلى رؤية الجزائر الداعمة للعمل الوقائي ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وخلق ظروف الموتية لذلك